يقول بأنه يقوم الليل و يصلي و يدعو بالآيات القرآنية عوض الله يرضى عليك و يبارك فيك و يرضى عنك و يجعلك إن شاء الله من المقبولين بالنسبة للأدعية القرآنية جميلة بارك الله فيك إذا قمت في الصلاة صلي من الليل تدعو بأدعية ما في بأس قرآنية حتى لو كان في السجود لكن بنية الدعاء مثل رب اجعلني مقيم الصلاة و من ذريتي ربنا و تقبل دعاء رب جنوبني و بنية أن نعبد الأصنام مثلا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين نحو هذه الأدعية طيب لكن لا تقتصر على مثل هذا عندك أدعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة و السلام دعية طيبة الاستغفار خاصة في الليل أخوي الفاضل طيب كثرة الاستغفار و سؤال الله عز وجل و التعرض لنفحات الله و انطراح على عتبات المولى خاصة هذا الوقت الذي فيه التجلل إلهي النزول الإلهي تدعو الله عز وجل من خير الدنيا و الآخرة أدعو لنفسك أدعو لي والديك لأمواتك أدعو لزوجتك لعيالك لا تتخذ فقط لأن الرسلم ما كان دائما يتخذ أدعية القرآن و أبو بكر و عمر و عثمان و علي ثبت عنهم أدعية ليست في القرآن فاعتني بهذا حتى لو كان بلهجتك العادية و بأمورك الطبيعية يارب تغفر لي يارب تعافيني يارب تشفيني يارب تختم لي بخير اللهم يا رب اش في زوجتي اش في عيالي احفظ عيالي طيب هذه البساطة في الدعاء و يعني ليس فيها تقعر ولا اهتمام بالسجع ولا مثلا تشدد لا 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 خلي مثل ما يقولون البساطة أحمدي و الأمور طيبة و سهلة جدا و ادعو الله هذا أفضل من الإنسان يستحلب الأدعي يستحلام يعني بعض الناس الآن يجي أدعية القرآن و تحصره ينسى و يلخبط و يقدم و يأخر و يعني يورط نفسه و تحس أنه قلبه مو معلق بالله قلبه معلق شلون يضبط السجع و شلون يجيب الآية لا 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 خلوا الأمور طيبة الله عزي يقول و قال ربكم ادعوني أستجب لكم ما قال ادعوني لازم من القرآن و ما لازم منك لا ادعوني أستجب لكم و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان و النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة و ما ألزمنا الرسول بنوع معي من الأدعية إلا ما ورد في العبادات مثلا في آخر الصلاة و غيرها